معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عاملنا على أنها تخرج من كل الدول الصريقة أو كل الدول اللي كان لها رعاية مززوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع احنا بنتكلم على أكتر من ثلاثين دولة ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا اللي صار